السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد ان شاء الله ولا تنسوا كذلك الضغط على الجرس وتفعيله لتستمتعوا بكل فيديوهاتنا ما هو سر استحمام الاثرياء بدم الغزال قال التقارير الروسية ان احد اكثر الاشياء المفضلة لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي اخذ حمام بدم الغزلان المستخرجة من قرونها باعتبارها اكسيرا للتستستيرون هرمون الذكورة مما يعزز صحة الرجال ونشاطهم وفقا للتقليد القديم وتحدثت وسائل الاعلام المحلية عن تجهيز حوالي 70 كيلو جراما من قرون الوعل لتكون تحت تصرف الرئيس الروسي بوتين قبيل زيارته جبال التاعي في سيبيريا بينما سبق وان ادنت جمعيات حقوق الحيوان ذلك ووصفته بالتصرف البربري الذي ينطوي على قطع قرون هذه الحيوانات من دون تخدير لاستخراج ما يعرف بالفياجرا الطبيعية ومصفحة بوتين كوكتيل اخترعته احدى الحانات في مدينة نوفو سايبيرسيك الروسية يضم حليبا وحبات واعشابا من سيبيريا كما يصفه مقال نشرته صحيفة ريبابليك الالكترونية وتشير الصحيفة الى ان هذا الكوكتيل يضم ايضا عنصرا خاصا وهو شراب قرون ايل سايبيريا الذي يتركز في منطقة التاعي جانوب سايبيريا ويعرف هذا الشراب بفوائده على الصحة الجنسية للرجال ويحظى باعجاب كبار المسؤولين الروس بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف ورئيس مجلس الدومة النواب فياتشي سلاف فولودين وفق الصحيفة ويعيد كاتب المقال قارئة الى عام 2003 عندما ذهب بوتين الى ال تاي لقضاء عطلته برفقة اسرته وزار خلالها احدى مزارع الايل واهتم كثيرا باستخدام قرون الايل لاغراض علاجية ومنذ ذلك الوقت اصبح بوتين ضيفا كثير التردد على استراحة مملكة لاملاق الغاز الروسي جازبروم في ال تاي وحتى اصبح يزورها بضع مرات في اقل من عام في بعض الاحيان وفي عام 2015 استضف بوتين في ال تاي صديقه رئيس الوزراء الايطالي الاسبق سيلفيو بيرلسكوني الذي زار روسيا في محاولة لتسوية العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ولكن الزيارة تتضمنت ايضا برنامجا غير رسمي شمل عرضا للرقص الشعبي وصيد السمك واستحماما في دم قرون الايل وفق تقارير صحفية وفي عام 2016 ذكر الصحيفة كابيتاليست المحلية انه تم تجهيز سبعين كيلو جراما من قرون ايل سايبيريا قبل زيارة بوتين الى ال تاي مرجحة ان هذه الكمية ستستخدم للاستحمام في الدم الذي يخرج منها دون ان يتسنى لريبابليك التأكد من ذلك ومنذ تدول انباء استحمام بوتين في دم الايل في عام 2010 ازداد الاقبال على قرونه بين السياح الاسرياء من موسكو وتقديمها المنشورات السياحية على انها تساعد في اطالة العمر ويقول القائمون على تسويق قرون الايل انها تؤدي الى اطالة ايام الشباب وتزيد من مناعة الجسم والصحة الجنسية للرجال لتصبح بفضل هذه الفوائد وجها سياحيا لجمهورية الطاي التي استقبلت مليوني سائح في عام 2016 وتشرح صحيفة ريبابليك كيفية اعداد حمام دم قرون الايل مشيرة الى انه يتم غليها ثم يمكن الاستحمام في هذا النوع من الشربة وهو امر يحظى بالاقبال من السياح الاسرياء من كافة انحاء العالم وبعض المسؤولين ورجال الاعمال والنجوم الروس واعترفت المذيعة التلفزيونية الروسية لينا انها تفضل شرب دم قرون الايل بدلا من الاستحمام فيه كما يمكن خلطه بمشروب الفوديكا الروسي الشهير ولا يقتصر استخدام قرون الايل على الاستهلاك الداخلي في سايبيريا بل يتم تصديرها الى كوريا الجنوبية والصين حيث تستخدم في الطب الشعبي على نطاق واسع اشتركوا في القناة